آخر سؤالي لحضرتك هو ملف تصدير العقار عايزة حضرتك تكلمني عنه والله ملف تصدير العقار ده من ملفات الأساسية عندنا علشان عايزين نجيب عملات صعبة احنا بدأنا بردك مع رئيس الوزرة في مجموعة من المنح جات اللي هي علشان نشجع عندنا نجذب اللي هو الأبنابي لنا اللي هي الجنسية والإقامة اللي هيحصل على هذا الكلام بس في النهاية احنا كغرفة بنقول الملف تصدير العقار محتاج أكبر من حقيبة أكتر من حقيبة ووزارية تتكاتف منهم الخارجية المصرية ووزارة الصناع والتجارة المتمثلة في التمثيل التجاري ووزارة الهجرة الإعلام الغرفة مجموعة من الحقائب الوزارية كلها تتحط على مائدة واحدة علشان ينهضوا بالتركيبة دي بر مصر احنا عندنا حضرتك بنخاطب مجموعة معينة تبقى للتركيبة اللي احنا بننتجها دلوقت من العقارات لا مطلوب تركيبة تانية تبقى أكثر لكشوري عشان نخاطب مجموعة أكتر في أوروبا وهي بحاجة اسمها بلو أبرت ولجم العميل الأجنبي ييجي هنا يستلم العقار متشطب أو لا بص حقيقة العميل الأجنبي عايز الوحدة بتاعته تكون كاملة متشطبة يعني حضرتك تحفظ بها تكون متشطبة ومتشة ومفروشة ومفروشة كمان عند عايز أبرت وقلت ينزل يسكن ويمشي ده دورنا إحنا بقى كسكينة معبون دور حضرتكم والحمد لله طبعا أعتقد أن أنتم بردك بتوجهوا بتعملوا حاجات كويسة الحمد لله وتجيبوا خصومات بردك كتير جدا والله العزيم يفادي